صباح خير عليكم النهاردة بنتكلم على الشكل الفلسطيني كان عاني وده عمره حواليه 5000 سنة لان كان من تاريخ 3000 سنة قبل الميلاد يعني 3000 وحنا 2001 يعني 5000 عمره 5000 وازاي اسرائيل بتحاول او حاول تتزور التاريخ وارث الشكل ده اصلا اسرائيلي او كان بداية اليهود في وقتها وكان التوقيت ده ما كانش اليهود موجودين خالص على ارض فلسطين ولا موجودين في الدنيا والشكل صورة بتاعتها هي صورة الوش بتاعه زهرت الزمق ونحية التانية النصر وده زهرت الزمق ومشهورة في العملات الفلسطينية في التوقيت ده يعني مهم زي ما انشوا فين كده الكتابة بيقول شكل فضي اكاديمي اكادي استخدمه في كل من استخدمه في كل من بلاد الوافدين وفلسطين خط ما اناش صغير الكنعانية وفيه صورة زي ما احنا قلنا زهرة الزنبق والنسر من ناحية تانية وبيتقل في سفر التكوين 23 15 شرطة 16 انا بنقلكم الكلام الموجود وبحاول اقرأ معكم سفر التكوين بيقول يا سيدي ده حد بيكلم سيدنا ابراهيم بقول يا سيدي اسمعني يا سيدي اسمعني ارض باربعمائة شكل فضة ما هي بيني وبينك فتفل ميتك فسمع ابراهيم العفرون ووزن ابراهيم العفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حس او بني حت اربعمائة شكل فضة جائزة عند التجار يا رب كنا عرفت قراءها كويس لاني مش عارف طبعا حاجة في السفر التكوين بس بنقرأ معاكم وبيقول تحتنا ان كل منشاطه كل منشارها المراخون الاسرائلين المدعين ان الشكل يهودي انه شكل يهودي محضف طراء وعالي من الصحة بدليل ان كتبها محرشت على حرمة تمثيل الحيوان والطير في العملات يعني ما ترسموهمش الطير والحيوان والأم يقدسه الزنبق وهي من أهم الرموز المقدسة لدى حضرات الرافدين وكذلك كان عيني رفديني عن العراقيين وكذلك كان عيني أصحاب الأرض قبل الغزو العبراني وقبل الخروج وقبل أسطولة أرض المعين يعني ده بيدلل على ان الأرض أصلا أرض فلسطينية من 3000 سنة ودي العملات اللي كانت موجودة الشكل ده الشكل اليهودي اللي بيحاول يقلده بي بيدعون هو ده الشكل الشكل الإسرائيلي بيحاولوا يزوروا الطاريخ ويقولوا أنه أصلا يعني بدأوا يصنعوا الشكل بالطريقة اللي هي كنعانية بحيث أنهم يقول لك لا دي أصلا بيقول شوف كيف يقلد إسرائيلي الشكل الكنعاني الذي يحمل رب ظهرة الزنبق المقدسة الإسرائيلي يقلد وطبعا كلمة شكل هو برضو عشان هنا يذكرين بيقولوا يعني وحدة وزن يعني حتى تنقلت بعد كده بقت اسمها سقل شكل اسمها سقل حولت يعني وزن وكان وزنه تقريبا في وقتها 13 حبة من الشعير يعني وزن الشكل ده كان بحبة الشعير كان وزن نشوف برضو مع بعض تاني طبعا هنا بيكذب برضو هنا فيه برضو بيقول بيقول أن بنجوريون ديفيد بنجوريون أول رئيس للدولة العبرية وضع بنك اسرائيل خطة لسك عملات اسرائيلية لتتناول للتدول بحيث تحمل رموز كان عنية قديمة زي ظهرة الزنبق رغم النظام محرم عندهم بس عزيني الزوار عزيني نلحم نفسهم في التاريخ القديم وقالك الصديق بتاعتنا فحنا ممتدين بنعمل لغاية الآن بتعليمات من ديفيد بنجوريون وهو كان أول رئيس وضراء وحطوا علامات الزنبق المخدسة هذا كان عنين جنب السعرات اليهودية زي خارجة اسرائيل الكبرى ونجمة داود والشمداني اليهودي وما شابه والنهاردة أنا لما قابلتني العملة دي الصراحة أنا قلت الفلسطينيين حقهم علينا احنا نقول ان فيه ما يصبت بالعملة زي ما احنا نتكلم على العملة في كل حاجة فيه ما يصبت بالعملة كمان ان ارض فلسطينية مش ارض يهودية يعني حتى بالعملة تاريخ العملة وحكاية العملة بيقول ان دي ارض فلسطينية ماهش ارض يهودية من قديم لان من خمس تلاف سنة ما كانت اليهود اصلا موجودين على وجه الارض احنا نتكلم على زمن سيدنا ابراهيم وانا اقلت اقدم المعلومة دي طبعا فيه حكاية اكتر من كده عن القطعة بس انا قلت اشترك الفيديو يتسمع خليه كده والمرة الجاي ان شاء الله ممكن نكلم لكم تاني على عملة او عملة تانية فلسطينية والسلام وعليك اشترك شكرا